خلينا نروح مع حضرتكم لموجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلة نهلة الحمال شكرا مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم استضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة ثلاثية ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العالمين وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها وأوضح المتحدث برئاسة الجمهورية أن الزعماء الثلاثة أكدوا على الأولوية للمرجعية القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية والدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني وأكد القادة على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو تنفيذ القرارات الأممية وتمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وطالب القادة بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي مؤكدين أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين يعقد اليوم وزير الخارجية سامح شكري اجتماعاً مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين بالقاهرة كما يجري وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية السوري فايصل البقداد حيث يشارك وزير الخارجية في اجتماع لجنة الاتصال الوزرية العربية المعنية بسوريا الذي يعقد بقصر التحرير يعقد الحوار الوطني اليوم جلسة خصوصية مغلقة لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه دياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس الأمناء سيناقش غدا الأربعاء عددا كبيرا من مخرجات جلسات الحوار ليفعها لرئيس الجمهورية فورا وأضاف المنسق العام أن معظم اللجان قد انتهت بالفعل من سياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها مؤكدا أن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا استشهاد شخصين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء على أرض المخيم منذ مطلع العام الحالي إلى 11 شهيدا وأفادت مصادر محلية في مخيم عقبة جبر لوكالة وفا بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين فشل مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي في التوصل لاتفاق بشأن الأزمة في النيجر يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر أنها استدعت سفير النيجر في أبيجان بعد تصريحات لرئيس كودوفوار الحسن وتارا أكد خلالها ضرورة التدخل العسكري من أجل إعادة الرئيس محمد بزوم إلى منصبه أعلن السلاح الجو الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي دمرت 16 صاروخ كروز من أصل 28 على الأقل أطلقتها روسيا خلال الليل وأفاد رئيس بلدية الفيف أندري سادوفي بأن روسيا استهدفت مناطق دينيبرو واللوتسك ولفيف والفيف مشيرا إلى تعرض منشأة صناعة في دينيبرو لقصف صاروخي أصفر عن اندلاع حريق وإصابة شخص على الأقل سلمت هيئة محلفين كبرى في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية لائحة اتهام تتعلق بمحاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبعض حلفائه الرئيسيين لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية عام 2020 من جانبه وصف الرئيس السابق للدعاءة بالزائفة مؤكدا ضرورة محاكمة من قام بتزوير الانتخابات وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض الصباق إلى البيت الأبيض عام 2024 رجح حاكم ولاية هواي الأمريكية جوش جرين أثورة واقم الإنقاذ على جثث عشر إلى عشرين ضحية يوميا في المناطق التي أصابت حرائق الغابات الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة وقال جرين أن فرق الإنقاذ تواصل البحث والإنقاذ عن أشخاص فقدوا بالحريق وأنها تحتاج إلى أكثر من أسبوع لتفتيش مئات المنازل والمركبات المحترقة التي تضررت بشدة وأدت هذه الحرائق غير المسبوقة في شدتها وسرعة انتشارها إلى مقتل نحو مئة شخص مع جثث يصعب التعرف على هوية أصحابها انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل